السلام عليكم يعطيكم العافية وإن شاء الله تكونوا مبسطين معلش اليوم الفيديو رح يكون طويل شوي لأنه عن شغلة مهمة جدا اللي هي الانتخابات في مقاطعة انتاريو كنا بنعرف أن الانتخابات في مقاطعة انتاريو رح تكون يوم 7 حزيران أو يونيو أو الشهر السادس من 2018 يعني تقريبا خلال الأسبوعين هاي الانتخابات مهمة جدا هي ليست فقط أنك تروح وتدلي بصوتك لا بس هي واجب اجتماعي فأنه واجب البلد عليك هون أنك تدلي بصوتك وتعطي رأيك رأيك جدا مهم كمواطن في المجتمع المحلي لأنك تقدر تأثر في القرارات اللي رح تسير بالإضافة لأنه هذا مستقبلك ومستقبل أبناءك فالصوت هذا جدا مهم رح يأثر ويغير كتير في المستقبل القريب والمستقبل البعيد طبعا في أهمية ثانية خاصة للمينوريتيز أو الأقليات اللي موجودة وإحنا العرب بالذات أنه لازم نثبت فعالياتنا ووجودنا في الانتخابات المحلية والبرلمانية هذا الوجود بأثر على المستقبل على صانعي القرار معظم صانعي القرار بتطلعوا على نسبة الأقليات وتصويتها فإذا كانت نسبة التصويت عالية بنتبهوا لهذه الأقلية وبصيروا تجذبهم لوضع حلول لمشاكلهم لكن إذا كانت نسبة الانتخاب في هذه الأقلية ضعيف للأسف طبعا هذا بأثر على صنع القرار بقولك ليش بدي أروح أنا وأنتبه لإلوه هم بيجوش بصوته ولا بنتخبه ولا بيستخدموا حقهم الانتخابي طبعا هذا مهم جدا عشان هيك رجاء 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 من جميع اللي بحق لهم الانتخاب أن يروحوا ينتخبوا يضعوا أصواتهم في عالم بتموت عشان تحصل على هذا الحق أنها تستطيع أنها تنتخب بكل نزاهة وشفافية طبعا اللي بحق للانتخاب هو الكندي جنسية لا يحق الانتخاب لأي شخص مع PR أو إقامة دائمة أو مع study permit أو إقامة عمل أو إقامة دراسة بشكل عامل الحكومات في كندا تنقسم مينلي إلى ثلاث أقسام اللي هي الحكومة الفيدرالية اللي هي مهتمة بالعلاقات بين البروفينسز أو المقاطعات العلاقات الخارجية وزارة الدفاع الهجرة أمور زي هيكد الليفل الثاني أو القسم الثاني اللي هو حكومة المقاطعات في عنا عشر مقاطعات في كندا وثلاثة تيروتوريز كل واحدة إلى حكومة خاصة بتقوم على واجبات اللي بتساعد في التعليم مثلا جزء من التاكس من قسم لقسمين فيدرال وبروفينشل جزء من التعليم الصحة في كتير شغلات تقع على عاتق المقاطعة طبعا آخر شغلة اللي هي البلديات أو حكومة المدينة أو القرية هذه بتهتم للشوارع، للفاير، للبوليس، للأمور هاي، للتاكسز، تباتل البروبروتيز أو تاكس الأرض فاي الأمور تقع على عاتقها طبعا إحنا الانتخابات اللي جاي عنا رح تكون انتخابات مقاطعة أنتاريو بالذات طبعا مهم جدا الاطلاع على سياسة الحزب الانتخابي وليس فقط الاطلاع على المرشح الانتخابي المرشح الانتخابي هو جزء من سياسة حزب عشان هيك هو حتى لو عنده سياسة تختلف عن سياسة الحزب لن يستطيع أن يغير فيه سياسة الحزب سياسة الحزب واضحة معظم الأحزاب تضع سياستها أو جدولها الانتخابي قبل الانتخابات وهذا اللي حنناقشه اليوم عشان هيك برجع بحكي أنه لازم نطلع على الجداول الانتخابية قبل ما نصنع قرارنا في انتخاب الحزب الفلاني أو الحزب الفلاني أو ممثل الحزب الفلاني في المقاطعة طبعا بشكل عام جز جنرال ايديا أنه معظم الحزب اللي بيحصل على أكبر عدد أصوات هو اللي بيشكل الحكومة إذا أخذ نصف عدد سوري في خطأ بسيط هو ليس أكبر عدد أصوات وأكبر عدد من النواب اللي فازوا في الانتخابات يعني إذا حزب مثلا إكس فاز بخمسين أو واحد وخمسين من مية ممكن يسوي حكومة إذا فاز مثلا بأربعين بالمية بسموها حكومة أقلية لكنه هو أكثر عدد مقاعد فممكن يسكل الحكومة أهم أربع حزاب سياسية في حوالي 30 حزب في أنتاريو مسجلين لكن أهم أربعة اللي هم المعظم دائما بكون الانتخابات قوية وشرسة بينهم خاصة مرة هاي اللي هم الحزب الليبرالي بقيادة كاتلين وين حزب المحافظين اللي هو بقيادة دوج فورد حزب الديمقراطيين اللي هو ندي بي أو الديمقراطيين الجدد بقيادة أندريا هورت وحزب الخضر بقيادة مايك شيرلز الآن طبعا أنا حضرت لك السياسات تبعات الحزب ملخصة باللغة العربية وهذا اللي رح يأخذ وقت طبعا مصادر هذا الفيديو الموقع الرسمي للأحزاب المواقع الصحافة اللي هي مكلينز، تورونتو ستار، دي جلوبل والسي بي سي بالنسبة للعجز الحزب الليبرالي رح نبدأ في الموضوع الآن بالنسبة للعجز الحزب الليبرالي بيحكي نو سيستمر العجز لحوالي 6.7 مليار لدعم المشاريع في الصحة والتعليم وسيستمر العجز حتى 2024-2025 في 2024-2025 رح يكون في بالانس للبجر الآن المحافظين بيحكي أنه برضو هيستمر العجز ولكن سيتم تدريجيا بأسرع وقت سده ستبقى الميزانية متوازنة وخلال طبعا بدهم يقطعوا حوالي 6 مليار دولار بدون تحديد من أين سيتم قطعهم ما حكوا المكان الدمقاطين الجدد برضو حكوا أنه هناك في عجز للمواجن لعدة سنوات للاستثمار في البرامج الصحية والبرامج الاجتماعية سيستمر العجز حوالي 5 سنوات كاثلين وين أو الحزب الليبرالي بيحكي أنه 7 سنوات الخضر برضو بيحكي أنه سيستمر العجز لكن بأقل من الثلث من باقي الأحزاب وذلك بزيادة ضرائب على الشركات الكبرى الآن بالنسبة للضرائب وهو شيء مهم طبعا زي ما بنعرف أنه ضرائب منفصلة بين الحكومة الفيدرالية والحكومة المقاطعة في الحزب الليبرالي بيحكي أنه سيبقى الوضع كما هو عليه لأكثر من 8.6 مليون شخص في المقاطعة لن تزيد عليهم الضرائب هناك حوالي زيادة 200 دولار ل 1.8 مليون شخص أما الباقي فقد تزيد عليهم بزيادة اللي هم مستوى الدخل عندهم عالي لن تتغير ضرائب الشركات اللي هي 11.5% سيتزم زيادة الضرائب على الدخان كل علبة رح تزيد عليها 4 دولار بالنسبة للمحافظين الأشخاص اللي بحصلوا على أقل من 28 ألف دولار لن يدفعوا ضرائب هذا هو وعدهم تقليل الضرائب على الشركات من 11.5% الآن إلى 10.5% إيقاف العمل في موضوع رفع الأجور من 14 إلى 15 هنحكي معها عنها شوي سيتم إضافة مساعدات للأهل في الدرائب مقدار 6.750 دولار وذلك للديكير برضو هنحكي معنها تخفيض 20% من الأشخاص اللي بحصلوا على 42.960 سنوياً إلى 8.923 دولار سنوياً هدول رح تخفض عليهم 20% بالنسبة للدرائب بالنسبة للديموقراطيين جود الانديبيز عندهم في زيادة الدرائب على الشركات من 11.5 الآن تحت الحزب الليبرالي إلى 13% زيادة الدرائب 1% على اللي بحصلوا على 220 ألف فما أكثر و2% لللي بحصلوا على 300 ألف دولار سنوياً فما أكثر زيادة الدرائب على السيارات ذات السعر الغالي أو ذات الرفاهية اللي هي سعرها أكثر من 90 ألف بـ 3% بالنسبة للخضر برح يصير زيادة الدرائب على الشركات من 11.5 إلى 13 زي الانديبيز تخفيض الضرائب على الشركات والمؤسسات الغئ والغير ربحية التي تعمل بأقل من 5 مليون دولار سنوياً الاستمرار في الضرائب على الغير مقيمين والكنديين من المستثمرة الأجانب في مجال العقار الحد الأدنى من الأجور طبعاً زي ما بنعرف أن الحزب الليبرالي الآن رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 14 دولار في 1 يناير 2019 سيرفع إلى 15 دولار الحزب المحافظين رح يقف هذا الشيء على 14 دولار وما رح يزيد بالنسبة للديمقراطيين الجدد رح يزيدوا زي الليبرال في 1.2019 15 دولار وبالنسبة للخضر برضو زيادة الحد الأدنى إلى 15 دولار في بداية 2019 بالإضافة للتقليل من الضرائب على أصحاب الأعمال الصغيرة بزيادة 1% على ضرائب الصحاب عشان هيك صاحب العمل مش هيدفع المبلغ هذا فبقل عليه الضغط بالنسبة للكهرباء وهو كان key factors في موضوع الانتخابات الحكومة الليبرالية ستقوم بتخفيض 25% وتصل إلى 44% في القرى من فاتورة الكهرباء الحكومة المحافظين رح تقوم بمحاولة طرد رئيس شركة الكهرباء وتخفيض نسبة 37% يعني نسبة حوالي 12% أكثر من حزب الليبرالي بالنسبة للإن دي بي رح يقوموا بعادة شراء شركة الكهرباء مما سيخفض 30% من الفاتورة تخفيض الكهرباء من القرى 15% إضافياً وتوحيد السعر إلى 10.3 سنت في كل كيلوات لكل الأوقات الآن إحنا عنا كل الوقت حسب الوقت إذا وقت البي كوقت الذروة أو وقت غير ذروة باختلاف السعر محاولة إزالة الضريبة اللي هو الـ HST على فاتورة الكهرباء وذلك بتحاور مع الحكومة الفيدرالية بالنسبة للخضر أو حزب الخضر العمل على إيجاد مصادر طاقة متجددة طبعاً إحنا عارفينه من أصدقاء للبياء إعادة ضريب التلوث البياء وشراء الطاقة من مقاطعة كيبيك اللي حتوفر كثير من المبالغ والتوقف عن بناء مصادر الطاقة النووية بالنسبة للصحة الحزب الليبرالي طبعاً وعد كتير وعود بالنسبة للصحة استثمار حوالي 822 مليون لبناء مستشفيات صرف 300 مليون خلال ثلاث سنوات قادمة لدعم الممرضين برامج لدعم الأدوية وعلاج الأسنان سيغطي 80% من المبلغ اللي لازم تدفعه الأدوية المجانية اللي من بلغ عمرهم أكثر من 65 سنة على حوالي 4400 دواء طبعاً نحن نعرف أنه الآن هم الأدوية المجانية للأطفال إلى عمر 25 سنة أيضاً سيتم صرف 2.1 مليار للأمراض النفسية اللي هو مساعدة المستشفيات والكونسلورز وتوظيف 3500 ممرض جديد خلال السنوات القادمة أما المحافظين فوعدوا بإضافة 15 ألف سرير جديد في الخمس سنوات القادمة للونج تيرم كير و30 ألف سرير في العشر سنوات التقليل والإنهاء من الأسرة في الممرات وهذه مشكلة كبيرة عم بتواجه الآن الحكومة صرف 1.9 بليون للأمراض النفسية شايفين فيه دعم كبير لموضوع الأمراض النفسية دعم الأطباء الذين يعملون فيه شمال أنتاريا وذلك بالتخفيف من الضرائب عليهم وبالتالي أنت بتخلي الأطباء يروحوا هناك يشتغلوا توقيف أماكن مدمني الحقن لأماكن مدمني المخدرات واستمرار استثمار 98 مليون لدعم علاج الأسنان لذوي الدخل المحدود هنا دوي الدخل المحدود طبعا الـ NDP براهنوا كثيرا على موضوع الصحة عندهم بلان جيد اللي هو استثمار 19 مليار لبناء مستشفيات حوالي 2000 سرير جديد و15000 long term care قبل 2023 دعم موضوع المستشفيات للتقليل من الانتظار وإزالة الـ annual cab من الكثير من الجراحين الكاب هذا بيخلي الجراحين أنهم يعملوا كثير من العمليات وبالتالي إذا انت بتشيل هذا الكاب بصير الجراح ممكن يعمل أي مبلغ بحبه ومشتغل فيه فبالتالي هو بتحفظ على أنه يعملوا العمليات أكثر استخدام 475 مليون لدعم الأدوية هم بدون يدعموا 125 دواء الناس كثير بتغصرفها عمل برنامج علاج مجاني للعاملين فول تايم و بار تايم وكذلك الأطفال من عوائل ذوي الدخل المحدود وكبار السن فرح يكون عندهم علاج أسنان مجاني وتوظيف 4500 ممرض جديد خلال 5 سنوات بالنسبة للخضر هو توفير علاج أسنان شامل للجميع صرف 4.1 بليون للأمراض النفسية خلال 4 سنوات القادمة والتحاور مع الحكومة الفيدرالية لعمل نظام دوائي مجاني يعني مش أكيد بس بدون محاول بالنسبة للشالد كير زي ما حكينا أن الحكومة الليبرالية إذا إجت رح تسوي شالد كير مجاني لجميع الأطفال من عمر سلتين ونصف إلى أربع سنوات بعد أربع سنوات بدأ روح للمدرسة باستثمار 2.5 بليون بالنسبة للحكومة المحافظين بدون يسوي شغلة زي مقاطعة كيباك بعيدوا 75% من المبلغ اللي دفعوا كحد أقصى بنواقف قرآن وحد أقصى من هذا المبلغ بما لا يزيد عن 6.750 دولار لكل عائلة من ذوي الدخل المحدود طبعا بعتمد على الدخل الـ سيكون مجاني لجميع الأطفال لدخل المحدود أقل من 40 ألف دولار بالنسبة للـ و تحديد ماكسموم 12 دولار باليوم كسعر لمن يعمل أكثر من 40 ألف دولار في السنة و زيادة 200 ألف مكان للـ بالنسبة 51% عن الموجود في الوقت الحالي هذي ما يقولوا الـ طبعا بالنسبة للخضر العمل على مشروع اللي يكون مجاني لجميع الأطفال تحت سن الثلاث سنوات لجميع الأهالي العاملين يعني اللي يكونوا بوث بيرنس اروركرز بالنسبة لموضوع الدراجز والالكاهول أو المخدرات طبعا نعرف أن الحكومة الفدرالية عم تقوم بنص مشروع قانون أو راح يسووا تقنين موضوع الحشيش أو المرخوانة الليبراليين هون بدعموا تقنين الحشيش خلال الصيف 2018 يكون بيع الحشيش في الـ اللي هو أحد المحال المشهورة لبيع الكحول طبعا برضو بدهم يسووا بيع البيرة في 450 250 وبيع النبيذ في 300 بقالة أو الـ 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 طبعا ما بدعموا تقنين بيع الحشيش برضو بدعموا بيع البيرة والنبيذ أو الواين في البقالات بالنسبة للـ الخضر هو عمل مشروع تجريبي لمدة سانتين للسانتين للسماح بيع الحشيش في الـ الـ وعدم بس هم بخالفوا بعدم استماح بيع البيرة والنبيذ في البقالات بالنسبة للخضر هو عمل مشروع تجريبي لمدة سنتين للسماح بيع الحشيش في الـ و بعدين بقيموا المشروع مرة أخرى فكرة جيدة البيئة بالنسبة للبيئة أو الـ طبعا الـ اسمه Green Ontario Fund بـ 1.7 بليون دولار الاستثمار برضو بـ 52 مليون خلال ثلاث سنوات في التكنولوجيا الجديدة نيو تكنولوجي لتحسين البيئة صرف 15 مليون خلال الثلاث سنوات القادمة للتحسين الأحراش والغابات والمياه وصرف 90 مليون لدعم استخدام الدراجات الهوائية بالنسبة للـ الـ طبعا إيقاف العمل بضريبة الـ إيقاف Green Energy Act دعم الحلقة الخضراء حول المدن وذلك أول شيء بتحد من نمو المدينة وبتساعد في بقاء الـ حوالي المدينة إيقاف برنامج الطاقة البرامج الطاقة الجميع التي لم تنفذ من الحزب الليبرالي أو لم يقوم الحزب الليبرالي ببدأ فيها الـ الـ ندبيز بقوم بدعم 50 مليون لدعم المواطنين لدخال تكنولوجيا توفير الطاقة لبيوتهم مثال الثيرموستات أو الأمور هاي اللي بتوفر في الطاقة أو مثلا تفديل النوافذ الموفرة للطاقة هاي كلها راح سيصير إلها دعم بالنسبة للخضر طبعا هم مهتمين بهذا الموضوع كثيرا لأنه هذا أساس الحزب عندهم بدهم يصرفوا 4.2 مليار لدعم أصحاب الأعمال والمنازل للتقليل من إصدار الكربون أكيد بتكنولوجيا الجديدة دعم الحلقة الخضراء حول المدن طبعا في عندهم أمور ثانية آخر شي بنا نحكي فيه معلش طولت عليكم المواصلات طبعا بالنسبة للليبرال بدو يضعوه 79 بليون لخلق طرق جديدة للمواصلات منهم 11 بليون لمشروع القطار السريع بين تورنتو و وينزر ودفع نفس المبلغ اللي بيجي من الحكومة الفيدرالية دعم المواصلات في المدن عارفين احنا المواصلات هي شي مشترك بين المدينة والحكومة الفيدرالية والحكومة المقاطعة فالحكومة المقاطعة هون راح تدعم بنفس المبلغ إذا دعمته حكومة الفيدرالية طبعا بالنسبة للكونزيرفاتيبز بيحكوا أنه دعم مشروع المواصلات اللي هو بديوصل نياغرا دعم المواصلات في مدينة نياغرا بخمسة مليار دعم مدينة هاملتم بـ 1.3 مليار للمواصلات أو الـ حسب ما بيقررهم نفسهم عمل طرق مواصلات جديدة للوصل بين شمال أنتاريو ومقاطعة أنتاريو وذلك لدعم قطاع التعدين الموجود في شمال أنتاريو إيقاف الدورائب على الطيران من وإلى شمال أنتاريو داخل المقاطعة بالنسبة للـ بيحكوا أنهم يخفضوا خمسين سنت تتحملها الحكومية من تذاكر المواصلات العامة مشروع دعم القطار بين كيتشنر ووترلو وطورنتو وكما واحد ثاني بين تورنتو ونياغرا البدء بمشروع الـ بـ هاملتون بالنسبة للـ دعم المواصلات الجديدة بـ 1.5 مليار دولار سنويا دعم نصف تكلفة المواصلات المحلية عم يدعموا كثير هذا الموضوع لأنه بهمهم أن الناس تستخدم المواصلات العامة ودعم السيارات الكهربائية بزيادة عدد أماكن الشحن إلى حوالي 400 على الطرق السريعة هذا مختصر سريع طبعا الوقت يداهمنا لكن أعتذر إذا كان هناك شوية أخطاء لأنه هذا مجهود شخصي حاولت قدر الاستطاعة إنه أكون سريع في الموضوع أشرح لكم إياه ممكن ترجع وتقدموا زي ما بدكم مرة تانية الانتخابات في 7 جون الانتخابات مفتوحة اليوم وبكرة لـ 30 مايو الانتخابات المبكرة ممكن تنتخبوا في أماكن تقدر تدخلوا على ontarioelection.ca وتشوفوا الأماكن الموجودة جميعا أرجوكم جميعا صوتكم مهم ليس فقط اليوم أو غدا لا بس لمستقبل البنميلا أبنائنا صوت انتاريو تنتظرك وشكرا شكرا 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 شكرا